موسيقى موسيقى يلا سماء ربنا تويه محاضرة ثانية محاضرات القطع الناقص الالبس محاضرة بسيطة حنرد شويه نراجع القطع الناقص شنو بيه شنو تفاصيله الرموز نحتاجها وحنبلش اول نوع من الاسئلة ونخلصها ساعة ونسخلص النوع الاول ما كدعا نطول بيه اكثر ولا اقدراني ابلش بالنوع الثاني يعني شقد يبقالي قبل وقت فنوع الثاني عف نوع الاول راح ناخذه هو كل تفاصيله اربعة مثلة خمسة مثلة شقد ما يكون حتى ينضبه اسمعوني اوفوا هذا السؤال هسه نراجع القطع الناقص شنو بيه بنات كم قطع ناقص عديه هو اليبس لانه بنات بعد ماكو سالفت موجب وسالب قطع من نقول المكافل برابولة شنة 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 قول بورة على محور اكس موجب اكس سالب واي موجب واي سالب اهنا شوي حسر اسهل لانه هو اصلا عندي كم بورة فلول بورتين تكون على الاكس لول بورتين تكون اسمعوني اذا نجي بنات على طريقة رسمه قطع الناقص راح ارسم قطع ناقص بالعرض يعني شنو بالعرض سنفتهم هذا بنات لا ما متفقيني النوع الاول بنات قطع ناقص بورتاه على محور السينات كل قطع بيه شنو بي بورتين واحدة هنا وهذا على الاكس الموجب والاخوان تكون على الاكس السالب اذا بنات هاي البورة الارقام للتشبيه يعني المثابته اذا هاي البورة مثلا ثلاثة بصفر مية بالمية اكو بورة لخة سالب ثلاثة بصفر كم بورة اكو؟ قطع ناقص بورتاه على محور السينات زيلا بنات على نفس المحور بقيكم سينات اكو هاي النهايات الشبيرة صح اكو نهاية شبيرة ونهاية صغيرة هاي النهايات الشبيرة بنات يسموها الرأسيا اللي هي مثلا خلي تكون خمسة صفر وسالب خمسة صفر هاي النهاية اللخة سالب خمسة صفر بورتين باعوا سينات رأسيا سينات قطبين صادات يعني اكو نقاط اثنين هنانا بنات همينة هذا مثلا الاحداث يكون صفر باربعة وهذا بنات يكون شنو؟ يكون صفر بسالب اربعة هاي اللقاب قبل هذا كله بنات اسمعيني شويه زيان اكو شي اسم المركز سنتب هذا القطع الناقص مركزه نقطة الاصل يذكرون بالمكافئ؟ كان يقول يجيد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الاصل نابنات اكو رأس اكو رأس خمسة صفر فهذا الشكل ايدي اتباعوا حتى رأس مكلش مضبوط هذا المنتصف ما انت صح صح؟ هذا هو القطع الناقص هذا المنتصف ما انت يسموه المركز سنتر مركزه نقطة الاصل شنو عندنا بعد؟ عندنا قومه تفاصيل اهم شي تعرفين نرجس بورتين ما صاره؟ سينات رأسيان سينات قطبين يعني دائما البورتين والرأسيان سوية والقطب واحدة ما نقول سينات ممكن يصنون صادات صح؟ فنقول البورتين والرأسيان سوية والقطبين عكسهم زيان بنات المسافة مع البؤرة هاي المسافة منا الهناشة سميناها سي باعوا فرقوا بنتي بين اكتب على البورة اسراء بمكان ما نكتب بورة بمكان ما اقول بورة مرات تسموه شنو؟ افون يعني فوكس الاولى هاي حتى العربي وهاي بنات تسموه افتو انا ما ليه بذندي اريد بنات هذا الرقم بالنسبة لي اشي يمثل سي هذا او هذا بنات اهنان السي جد يساوي ثلاثة وهنا السي جد يساوي هم ثلاثة لان السي عبارة عن شنو؟ مسافة حالة حالة في بنات اي والبي والسي حالة حالة في مالقطع المكافر استاذ لديش كاتب سالب لان جنات هذا عبارة عن احداثي والاحداثيات عادي موجب وعادي سالب بس من اقول لك المسافة اللي قطعتها البوراس قد بنات ثلاثة هذا شنسمي سي حمسحة ما احتاجها سنروح على غير شي المسافة اللي يقطعها الرئيس اللي هي مننا باي المسافة اللي يقطعها الرئيس من المركز باي من المركز الى الرئيس او مننا من المركز الى الرئيس هذا شنسمي اي هذا بنات يصير اي وهذا اي اهنان الاي يشقد بنات خمسة هذا الاي يشقد وهذا خمسة نداحتي مسافة الاي هو المسافة اللي يقطعها الرئيس تمام؟ منا او منا خمسة بس من نكتب كأحداثيات مرة نكتب وجب مرة نكتب سالب بعد شنو عندنا يخدمه؟ نمسح هذا بعد ما احتاجه هذا شرحناه كله مراجعة سريعة اسمعيني اكو بنات بقت هاي المسافة الاخيرة اللي هي من المركز الى القطب او منا من المركز الى القطب هاي المسافة شنية؟ بي القطب بنات من هو؟ القطب شي يكون بي؟ بحسب هذا السؤال بي يشقد بي اربع فبنات اكو بورتيا اكو رأسيا اكو قطبين دائما السوية البورتين والرأسيا وعكسهم القطبين الرأس رمزي اسراء اي القطب بي البقرة سي اي و بي و سي زيان نجي على معادلة هذا القطع هذا القطع شنو معادلته؟ ما بقى على يدي؟ بناتس معادلة القطع الناقص دائما بقى على يدي بيها اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي لي شنو؟ يساوي واحد اوكي؟ اكس تربيع زائد واي تربيع شو يساوي واحد راح اجي بوقاء شغلتين بوقاء تكون مقامه بناتس هو كم رمزكو؟ اي و بي و سي السي ما يظهر بالمعادلة متفقين؟ اللي تطلع بالمعادلة بس ال اي و ال بي تعال خلوا فهمكم سالفة هذا بنات احنا اتفقنا هسا هذا من هو؟ رأس شنو رمزه؟ اي هذا بنات منه؟ قطب شنو رمزه؟ بي تعال خلنا نتفاهم بنات هنانا الرأس على يامحور مصح؟ هو الرأس على يامحور لا ما اكس موجب وسالب قدنا اذا اكوا على الموجب اكوا على السالب على يامحور ال اكس يعني بنات راح اخلي ال اي جو ال اكس هذا منه؟ بي مصح؟ على يامحور على ال واي راح اخلي ال بي جو ال واي طبعا ما نخلي اي و بي اي تربية و بي تربية فبنات هذه اكس تربية زائد واي تربية عساة واحد ثابت اما تتغير نغير شنو؟ مقام انت اذا تشوفين البورتين وين؟ ال اكس والرأسيين احنا مدات قلنا البورتين سي ما تظهر بالمعادلة ما يهمني همني الاي والبي الاي على محور على محور اكس خليت الاي جو ال اكس البي على محور على واي خليت البي جو ال واي هاي المعادلة القياسية ما القطع ناقص بورتاه على محور السينات ها تقول استاذ شم يدريك بنتي مو الاي على محور قلنا من يجي واي الاي سي دائما البورتين والرأسيين نفس المحور والبي دائما واحدة يعني انت تخيلي نور عمار اذا البي على واي البقية وين؟ على اكس ما دام البي على محور واي هذا البحدي يعني البورتين من رأسيين على محور على محور اكس لا تخافي مشكلة ما يطلع صوت هاي ما يطلع بس المايك اجي على اكون نوع ثاني ها؟ لسا هاي الرقية مالتنا بالعرض ممكن اصير بالطول؟ عادي اصير بالطول بنات راح يصير اكون قطع ناقص بورتاه على محور الصادات باي منو داما بوحدة؟ البي قطب بول داما واحدة راح اجيبنات ارسم رسم بطول هذا الرسم كله قلبناه صارت اسمعيني بورتين صادات رأسيين صادات قطبين سينات ماذا اقول لكم هيك عن شبير بورتين صادات رأسيين صادات قطبين سينات اذا ريد همينا سرعا نكتب مراجعة من ديك المحاضرة اهنا بنات هذا الاحداثي مثلا شي يكون صفر بثلاثة صح؟ على واي الموجب هذا الجو شي يكون صفر بسالب ثلاثة على واي سالب باي على يدي بورتين صادات رأسيين وين يصير خمس صادات اهنا مثلا صفر خمسة والجوه صفر بسالب خمسة قطبين وين خطيئة؟ على السينات ببحدهم واحد يمنى واحد يسرع هنا مثلا اربعة بصفر وهنا نسالب اربعة بصفر ونفس المبدأ بنات يبقى البورة سي وطبعا هنا همينا بنات المركز ما الشكل وين؟ مركز الشكل نقطة الاصل يبقى بنات البورة سي الرئيس اي والقطب بي تفقين اسرع؟ بيغض النظر عن وين؟ اسرع قريت المحاضرة؟ هذا همال زايد دزيل المساعد دزيل ياري نحنا نددش محاضرات اكمال الميا وكمال مراجع اكمال محاضرة مشروع بالتفصيل اي؟ اي هو شرحنا هاي؟ فأنت لو دازل شو عقل فهمت؟ سقعد يصرف نيجي مساوية يلا سمعوني نجي احتاج معادلة بعد نجي على معادلة هذا القطع بابنا ثبتوا اياي ثبتي اكس تربيع على زايد واي تربيع على يساوي واحد هاي ثابتة نقلوب شنو؟ ايوبي تعالي بالله وياي اقولكم بنات هذا المكان تشبيه الرئيس والرأس شنو رمزه اي على يامحور اذا نخلل اي تربيع هنا تفقين روان؟ هذا بنات الاصغر من عنده الصغير هذا منه؟ هذا بي زين بي على يامحور على اكس فأخلل بي تربيع هنا اذا بنات اكس تربيع واي تربيع ثابتة نقلوب اي و بي لانه كم احتمالك ثانيا لعربعة ثانيا لانه البورتين لو على اكس لو على واي المتميزات سمعوني الرموز مالتكم كرموز ABC نفسه تبقى البورتين فوساي الرأسي Vertices القطبة Paws نفسها يبقى A و B و C هاي المعادلات ثنيا حسب القطع فهذا اذا ردنا سميه هذا اسمه احنا بيناتنا ش يسمي هذا؟ بالعرض اوكي؟ نقول لكم الرسم شلون؟ بالعرض يعني قطع ناقص بورتاه على محور السينات هذا بالطول بنات قطع ناقص بورتاه على محور الصادات بالطول يعني الشبير اللي هو A صار على الصادات هنا بالعرض يعني الشبير صار على السينات بنات هذا اللي تقريبا اخذنا هذه المحاضرة لا اخذنا بعدها ممو بنات هس عرفنا A و B و C رجعناها بسرعة بقى ثمين A و ثمين B و ثمين C ثمين A طول المحور الكبير ثمين B طول المحور الصغير ثمين C المسافة بين البورتين المتميزات ثمين A length of major axis ثمين B length of minor axis ثمين C distance between two foci تمام؟ بعد تخذنا مساحة محيط اختلاف مركزي المساحة الارية A يساوي A B pi تذكروا؟ المحيط بي يساوي ثمين باي تحت الجذر أي تربيع زائد بي تربيع على ثمين واخذنا الاختلاف المركزي الإسنتريسيتي E يساوي C على A هذا كل ها؟ والذهبية بالضبط هذا كل المحاضرة اللي فاتت أخذنا زائد أكيد المحاضرة العفو المعادلة الذهبية تقول C تربيع يساوي أي تربيع ناقص بي تربيع هذه الذهبية ما تغلط ناقص ناقص زائد زائد هذا كمراجعة سريعة على المحاضرة اللي فاتت حتى نقدر نبلش بالنوع الأول اسمعوا يا بنات شنو بعد تحتاجهم معلومات؟ ما نحتاجش اسمعوا يا نهسة النوع الأول شنوه؟ النوع الأول راح ينطي معادلة قطع ينطي معادلة قطع ناقص ينطي معادلة ما للبس ويقول تعيط العيلي كل شا عدنا؟ دقيقة أستاذ بالقطع المكافي بنات كان عندها كم شغلة؟ ثلاثة بورة ودليل والمحور ما عندي غيرها هنا بنات عندنا بورتين رأسين قطبين طول محور كبير طول محور صغير مسافة بين بورتين اختلاف مركزي مساحة محيط هاي الهوسة كلها تطلع بثلاث شغلات A, B, C هذا الشغلات اللي صالي ساعدها احتيها بس عندك يا مام A و B و C اني تطلع صح؟ زياني شون راح يجي السؤال؟ شون راح نقدر نحله؟ اسمعوني بنات شلون طريقة تحل الأسئلة؟ يلا اسمعوني بنات هسه نبلش بالنوع الأول من الأسئلة شلون يجي أول سؤال على القطع الناقص؟ يجي واحدة؟ لا مستحيل ما يجي ببعدك السؤال بس بنات هذا الأساس راح احتاجه حتى يحللكم أسئلة هواية بنات النوع الأول راح ينطي معادلة قطع ناقص هذا السؤال راح اشرح عليه و أحله بالتفصيل اسمعوني راح ينطي معادلة مثل هاي هذا السؤال الأول النوع الأول ما أريدك تبسه خطوات حل لأنتو ما تحتاجوه إن شاء الله X تربيع على خمسة وعشرين زاد Y تربيع على ستعش يساوي واحد راح ينطي بنات هذه معادلة قطع ناقص هتقولي شو نعرفها؟ بنات أول شي الإشارة شو تكون زائد يربالج هو معادلة قطع ناقص الإشارة تكون زائد و أكو X تربيع و Y تربيع لأن أصلا المكافئة بنات بX تربيع Y و بY تربيع X صح؟ هذا القطع المكافئة بنات هذا أول شي عرفت إنه هو قطع ناقص بالتفقين؟ زيدا شنو الحي طلبوه؟ بنات هستعوف السؤال فوق خلي نعتبر نفسنا طالب كل شي يعني شنو؟ أريد بورتين؟ أريد رأسين؟ أريد قطبين؟ أريد طول محور كبير؟ أريد طول محور صغير؟ أريد مسافة بين بورتين؟ أريد اختلاف مركزي؟ أريد محيط؟ أريد مساحة؟ هاي الهوسة كلها تحتاج لها كم شغلة نور؟ ثلاثة A, B, C A, B, C خلاص السؤال هاي انتهى زيان، اسمعوني بنات راح يمطيكم معادلة هو والمعادلة بها أرقام وهاي الأرقام مهمة بنات بس قبل كل شيء، قبل لا أسأل خطواتها تعال انتبهوا إياه هناك هي كم معادلة عندي؟ ثمين المعادلة الأولى بنات إذا كان القطع الناقص بورتاه على محور السينات على محور X ماذا سيصير؟ اتبع عليهم؟ هالصير دائما هنتفقنا X تربيع على زاد Y تربيع على يساوي واحد البورتين وين؟ على X يعني الرأسين وين؟ على X والقطب على Y يعني هنا أخلي أي تربيع وهنا أخلي B تربيع البي دائما واحدة، البورة على X وياها الرأسهم على X والبي واحدة أكون معادلة ثانية يا بنات إذا كان القطع الناقص بورتاه على محور صادت على Y بايد ثبتي X تربيع زاد Y تربيع يساوي واحد البورة وين؟ على Y يعني الأي وين؟ جو الواي والبي جو الـ X تفقين؟ هذا إحنا بيناتنا بينات بيناتنا هذا نسميه نقول عليه بالعرض يعني تش الرقية وأكو هذا بينات يصير رسم مال تبطول اسمعيني شوي هسا من ينطيني معادلة قطع ناقص أو في المطلوب أو في المطلوب بينات المعادلة إذا حتى بيها أرقام كم شغلة تقدر تنطي المعادلة؟ أثنين أيو بي زين أستاذ والسي بنات السي مهم بس المعادلة تطلع بس شغلتين أيو بي متفقين؟ هي حسب هاي المعادلات بيها بالمقام بس أيو بي بس منو أي منو بي سنتفاهم عليه نجي بنات المعادلة ممكن تكون مخربطة أستاذ يعني شنو بخربطة؟ يعني باعة بنات أول شي نتأكد من عنده خلينا نقول هاي مثل خطوات الحل هذا النوع الأول إذا نطعه معادلة قطع ناقص وطلب شغلاته هواية شغلات التسعة اللي تعور فيها بنات هي ثلاثة شغلات الله يخليك أيو بي و سي المعادلة تطيش أيو بي أروح على الذهبية شطل لأ سي بس أستاذ قاملها ما أكو فيها كات بلي باي أهم شي بنات بالمعادلة إذا اتبعوا لي على المعادلتين أهم شي بالمعادلة ما بعدها ليساوي جد يكون واحد بالقطع المكافي تذكرون تنش نقول لازم المعادلة المعطاة تشبه المعادلة القياسية تنش نسوي اكس بطرف واي بطرف ومعامل أبو التربيع واحد ينش نسوي بنات ليش تحفظي خطوات حل؟ ليش ما تتجيني تبوعين عن المعادلة الأصلي الأ القياسية هايش دا تقول دا تقول لازم ما بعدها ليساوي زيقيت إستاذ ممكن يأتي رقم أي بنات إذا جاني عشرة أقسم على عشرة إذا جاني بعدا يساوي ألف أقسم على ألف إذا جاه بعد اليساوي خمسمئة diagnostic أقسم على خمسمئة cherry فإذا لقيتي بعدا ليساوي مو واحد نقسم المعادلة على الرقم البعض اللي يساوي حتى شقد يصير زين بنات الارقام لازم تكون بالبص له بالمقام الارقام وين بالمقام لانه بالبص شناكو اكس واي زين استاذ اذا لقيت يم الاكس والواي ارقام دير بالج اذا اكو يم الاكس والواي ارقام لازم اقلبها مقام المقام حسا راح فهمكم شو المعنى هان هسا ثواني ياه ما فهمتها ثواني بنا بالمثال القصد هسا عرفت ما الواحد اذا بعد اليساوي مواحد اقسم على الرقم البعض اليساوي انا الارقام هذني هتلقيها بالمقام يا مام عادي بس مايصير الارقام تكون يم الاكس والواي مايصير المعادلة يم معامل الاكس تربيع شقد معامل واي تربيع فمايصير يمها ارقام اذا اكو ارقام اكو طريقة تقول ان نزلها مقام المقام تبين بالسؤال اسمعوا لي بنات نجي قتلك خطوات حل اذا تريد ان صنوق خطوات حل باع المعادلات المعادلة تقولك تقولك ما بعد اليساوي واحد وهنا يم الاكس والواي الله يخليكم ماري درقام باع عليها هل نقرأ السؤال اشلون يجي بنات ما اقول بالوزاري تشذب هذا مايجي وزاري بس راح تحتاجي بالامثلة الجاية السؤال يقول جد كل واحد جد كل من البعرتين لا يريد البعرة بنات لا يريد احداث البعرة اثنين اثنين الرأسين تلافة باعش قال تلافة طول كل من شنو يعني قصده طول المحور الكبير طول المحور الصغير ومساحة القطع اش طلعت هاي لا تخافين ومساحة القطع الناقص وش رات بعد والاختلاف المركزي يعني بنات تقريبا دا يطلب كل الشغلات اللي ممكن عند القطع الناقص قبل لا اجي افصخ لتي السؤال متميزات باعش قال همين افايند اول شي طوساي بورتين اثنين بيرتسيز الرأسين ثلاثة اللينغث أوف بوث اكسز طبعا هات جميع سر اي اس يعني قصده اللينغث أوف ميجر والماينر اكسز وبعد اش طلب طلب الارية دا يريد المساحة واخر شي طلب الاسنتريسيتي او السنترال دفرنسيز هاذا كل المعطيات ماضية زيان بنات تعالوا خلنشوف كل واحد من دولا شحت اعجبي رحمة ايو بيوسي بنات من دا يقولي بورتين هي كاميرا مزعدي ثلاثة ايو بيوسي اذا تريدين انصعبه ساقولي بنات باعك كما طلب طلب لا اسهلها عليك هي تلي ثرموز ايو بيوسي من دا يطلب بورتين اش تحتاج سي من طلب رأسين اي طول كل من المحورين ثنين اي واثنين بي مساحة اي بي باي ايو بي صح؟ مساحة ايو ساوي اي بي باي الاختلاف المركزي الإسنترسيتي اي يساوي سي علي بنات حس من صالي ذني الخمس مطالب اش تحتاج؟ قوانين اي ايو بي وسي احتاجت صح؟ عندي اي عندي بي عندي سي طلع كل شيء زين تعالوا هو ش حينطيني؟ حينطيني بنات معادلة قبل لا تقولي منه ايو بي اشوفها مرتبة اي لا من بيكم جنات؟ ولا واحدة؟ لا واحدة تبارك من كم؟ جناتكم شنو؟ منو اعرف منو جنات من تبارك؟ انتي منو؟ جنات تبارك اي تبارك؟ المعادلة مرتبة اي لا؟ مرتبة لي اش؟ ما بعدا يساوي واحد ويم الاكس والواي ماكو ارقام تفقين؟ عادي بالمقام الارقام اي؟ اصلا هي المعادلات يجي تقول زين ثاني شي استاذ المعادلة كم شغلة تنطي؟ شغلتين اي او خلنا نقول اي تربيع وبي تربيع زين زهرة على اساس اختار الاي والبي قالها بالا عفظتها؟ اي ما شاقة شن شن عادي يعني واذا؟ ايا ايا ها لي؟ انا مبهيين شبيها؟ مشكلتها؟ لا ليس لا نزحن لا لا تبني قليل الشي اصلا لازم تدخل اليوم لازم جيب وليامر هي والله والله لازم جيب وليامرها لا 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 نازل السللة لا 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 أقفل تبقي وراحة راح يلبيين وتحوظ محاضرة وانا فاتح كروبين 4 ست 90 يتضرب المحاضرات عادي في جبل يامر هاليوم لا 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 والله لا Pult Mali ايام سوري والله يعني الساكل بالاتيان خلا الصرفات كانت تصرفين بعد اين هي اصلا ؟ خليها ختمت يا معمزة الله أليك ختمت دعو فيها والله لا 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 مهملين كل شو لا 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 صارت سالفة سخيفة اريد اتحمل ضغط نفسي اكثر من عزهم اي نرجع اي قلب اللهurar ايدي هنا اختار كيفي قام الى اي دهش اي ده sizi الاكبر الاكبر هو الاي والاصغر هو البياح وخالي نقول اي تربيع وبي تربيع بنات ما دام المعادلة المرتبة بنات أكو رقمين بالمقام واحد اي واحد بي هو من الشبير خلاص إذن هذا اي تربيع وهذا بي تربيع أستاذا شو ما قايل للقطع الناقص بورا تهوي لا أنت لازم تعرفي قبل كل شي اسمعيني معادلة المرتبة ليش أكو شغلتين عمرتبات ما بعد اليساوي ويم الـ X والـ Y ما أكو أرقام وإذا أكو أرقام بعد أن نتفهم رح أجي أخذ هذا الرقم بنات أسميه شنو؟ اي تربيع يساوي 25 إذن الـ A يساوي موجب سالب 5 بنات الـ A يصر موجب سالب 5؟ مسافة بنات أكو رأسيا إيه افهم وسالفة أنه عادل إحداثيات النقاط تنكتب موجب سالب بس باعي هذا الرأس مشة 1-2-3-4-5 هذا كم مشة 1-2-3-4-5 قطع مسافة 5 بس من أجيه كتبة لازمة كتبة سالب 5 بصفر فبنات الله يخليك A B C P القديم ذني كلها أرقام موجبة متفقين ذني تمثل مسافات يعني سانا شعرفنا المسافة اللي قطعها الرأس شقدت أكيد واحد موجب بس من تكتبه بين قوسيا من تكتبه كأحداثي عادي تكتبه موجب وسالب أقولكم الرقم الشبير أي؟ أكيد الرقم الصغير شي يمثل B أو C؟ B هذا بنات يمثل B B تربيع يساوي 16 إذن B يساوي 4 زيان هس بنات احنا قلنا A U B C عندي A عندي B نطلع C بالذهبية هي كم شغلاتكم السهل؟ يطلع ثالثهم عدنا معادلة ذهبية تخبوا بنات هذه المعادلة الذهبية البرتقالية تقول C تربيع يساوي A تربيع ناقص B تربيع عندي أي بيش يطلع C تربيع يساوي 25 ناقص 16 إذن C تربيع يساوي 9 إذن C موجب سالب إذن C قد يساوي C يساوي ثلاثة ما يصير ينكتب موجب سالب بنات إذا وصلت لي هنا أنا خلص السؤال انتهى بنات إذا طلعتي A و B و C سؤال انتهى السؤال باعدني كل شي ما عاسب أعرف مو هي ذني الهوسة مالتش الكاتبت لها عصب وراء أنت ما تحتاج غير ذني الرموز لثلاثة بس تعالوا خلنا نتفهم بنات مندي يريد إحداثي بورتين ورأسين تعرفوا من بورة أروح عليه من أسي مندي أريد رأيس من أريد قطب زيان أنا شبيرين البورتين وين أقول لكم والله مكتوبة قدامكم الرقم الشبير على محور على الـ X الرقم الشبير على الـ X يعني قطع ناقص بالعرض يعني قطع ناقص بورتاه على محور السيناك أقول لك تعالي الرقم الزغير وين وهذا لازم يبقى بحدة ما دام الـ B على الـ Y إذا البورتين والرأسين على الـ X مو اشتفقنا يا مام ما دام الـ B بنات الـ B على الـ Y لازم محدة يبقى فأكيد ذلك الاثنين بورتين ورأسين على محور الرقم الشبير وين صاير تفقين زهراء رقم الشبير وين صاير على الـ X والزغير هو الرقم الزغير من هو؟ يعني الـ B على الـ Y إذا لك الاثنين يصير بورتين ورأسين على محور X معين أجي أرسم رسم خائنة B يساوي ثنين باي تحت الجذر A تربيع زاد B تربيع على ثنين أقول لكم هاي ودام نرهم لأنه شوية لين تحت الجذر بي هوسا دعلا خل نرسم رسم مطلوب لا تربح على يدي نجي أرسم بطوله بالعرض بالعرض لأن الرقم الشبير على الـ X فلازم محور X أكبر من محور Y يصير يعني كمسافات فحيصير بنات الرسم بهاي الطريقة يعني مرتب شوية أجي أخلي البورتين بورتين ما صار هنا ولا برا؟ هاي منو؟ بورتين وهاي؟ وهذه راحات جبانات واحدة هنا واحدة هنا تعالي من أريد بورة علي من أباوع A B C ها زهراء؟ A B إذا أريد رئيس A قطب زياد هي البورة جبت C ثلاثة بس من نكتب إحداثيات علي منها يعني ثلاثة بصفر والعليس رسالة بثلاثة بصفر ممكن البورة الأولى نسميها F1 والبورة الثانية نسميها F2 فوكس الأولى والفوكس الثانية تريدين تكتبيه بالعربية البورتان ثلاثة بصفر وسالم ثلاثة بصفر كلها صح زياد هذا واحد جت كل من شنو؟ رأسين خلصت من بورتين فوسائي كمية نقريني شنو؟ رأسين بورتين سينات رأسين سينات هنا صايرة بنات من أحتي بالرأسين أو الورتيسيز A B C A A is good واحد يمنى آنس أنا خلي إشارات واحد خمسة بصفر والثاني سالب خمسة بصفر عادي سالب أي أستاذا هذا أحداثي ممكن ما كم منك تب رأس بنات يسموه V1 و V2 يعني كأنما الفيرتكس الأول والفيرتكس الثاني هاي الرموز قلتلكم أنا ما أتملها ها؟ لا أي ماكو أي بنتي مو بنتي الأي هو هذا الرقم ما عليها تبقى رموز بس الأي هو هذا الأي شقد الأي هنا أنا؟ خمسة ما كم ما تكتبين الرأس خمسة بصفر ال V1 خمسة بصفر بس أنا اللي يهمني الأي وال B و C هذا الرأس بيش ما قاعد تستخفر لك؟ واحدة زاد عدها ليمون يلا هو شرايد؟ رات شغلتين هاي البلبرتقالي رات جد كل من البورتين الرأسين بعد طول كل من المحورين قل لي يا محور؟ طلع هثينات هي محور الكبير والمحور الصغير اثنين أي؟ الميجر والماينر باع عليدي راح أجي بنات أقول لي طول كل من البورتين المحورين أول شيء طول المحور الكبير المتميزات ميجر أكسز هو طول المحور الكبير راناس يمثل اثنين أي؟ إذن بنات اثنين هاي ما القانون الأي يسقب خمسة ويساوي لي عشرة إذن العشرة هي تمثل طول المحور الكبير لن بنات هو هذا شقد؟ خمسة وهذا إذن هذا المحور كله؟ عشرة ولا تنسون دائما بنات القطع الناقص مركزه ونقطة الأصل بعد رات طول كل من المحورين ما خلصنا لو خلصنا هكو محورين هسا أجي طول المحور الصغير اللي هو بنات الماينر ما علي كنتم يعني شنو؟ ثنين بي ثنين قانون البيوز قد أربعة ثنين في أربعة ويساوي ثمانية بنات هذا طول المحور صغير كملت لا أقريه ومساحة القطع يريد الأرية بنات القانون شي يقول؟ يقول الأي يساوي خمسة في أربعة عشرين باي هذا بنات المساحة أي لا يبقى هو ما يصر تفح هذا بنات ما يريده صار نخربط هو يبقى A في البي في الباي ها هي أخير شي قال أريد الاختلاف المركزي الإسنتريسيتي الاختلاف المركز شنو؟ قالونا أي يساوي سي على أي تابوه هنا أنا أي يساوي سي على أي يعني بنات الأي يساوي سي ثلاثة على على خمسة ودائما يطلع الاختلاف المركزي أصغر وماكو داعة تقسم ولا رقم بنات يبقى كسر هذا قارون الأي سي على أي السي عديها ثلاثة والأي خمسة واللي هو دائما لازم يطلع أصغر من واحد لأنه بنات دائما السي أصغر منه أصغر من الأي هذا حل السؤال كامل بس قلتلك راح ناخل بعض في الأربعة أو ثلاثة سيلة يحد ما تملوه من عنده بس هذا لتنسون المعادلة ثواني سراء المعادلة بنات المعطات شبيهة مرتبة ما بيخلل لأنه ما بعد اليساوي سقد ما بعد اليساوي واحد وهنانا يمي الأكس والواي ماكو أرقام ها عيني لا 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 بنتي عوضت سي و اي السي سقدت بالسؤال ثلاثة والأي أعوض سي على أي ها يشاوي دام لازم يطلع أصغر مواعد هاي منه منه في عتده ها ما مطلبوا رسمي؟ ما مطلبوا رسمي؟ ما مطلب؟ ها بس سألي لا بنتي لا 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 ما أنا قلت مكان ما تكتبين الرأس خمسة بصفر اوكي يكتبون V معيما V1 و V2 يعني هاي بالانجلزي Vertex الاول Vertex ثاني بس هو الرمز هذا الرقم هو A بس كأحداثي انت من كالبة خمسة بصفر وسهلا بخمسة بصفر دعني شنية رأسان ممكن نكتب عليه V1 و V2 مكان رأسان سؤال ثاني على نفس الفكرة ايش داي يريد باع اي شي يريد بالقطع الناقص بورتيان رأسيا قطبين طول كل من المحورين مسافة بين بورتيان نريد مساحة يريد محيط يريد اختلاف مركزي احنا لازم نطلع A و B و C نجا على المعادلة المعادلة كم شغلة تطي تنطي اي تنطي اي تنطي بأو خلينا نقول تنطي اي تربيع وبي تربيع بس بنات المعادلة يجوز تكون ما مرتب باع علي لي مرتبة هاي المعادلة دقيقة هاي معادلة قطع ناقص اي هذي معادلة قطع ناقص بنات بس هذي المعادلة شبيهة خربطة خربطة زيان تعالي شبيهم خربطة أستاذ عيني ما بعده ليساوش قد مية وسباطعش هو لازمش قد من يقول واحد المعادلة القياسية المعادلة القياسية تقول لازم ما بعده ليساوش قد سهلة أستاذكو مية وسباطعش كل سهولة اصراء باعش هسوي اصراء ما دامكو مية وسباطعش اوخر لسباطعش يبقى يبقى واحد مصح؟ حالة 17 واخر يبقى واحد. نصح؟ ها قسم. هذا الغائب شفت شون تاية. تقسيم 117. استاذوا ذنني الأرقام دقيقة واحدة واحدة. ما بعد اليساوي حسوي الشياء واحد وبعدين اتفاعل. راح أجي 9x تربيع على 117 زال 13y تربيع على 117. كل الشي يساوي كله يساوي واحد. متفقين؟ بنات هو صح إذا أكو اختصار تقدرين تختصرين؟ يعني هذا التسعة وال117 بيه اختصار. بس حد بيساف إذا ما بيه اختصار. فأنا هعلمكم بطريقة انشاء على الكل اكو او ما اكو. بنات هو يصير يمي ال x وال y اكو ارقام؟ اصلا ما يصير المقاماتكم الساوي صح؟ لأنه لازم بصير دوارة على قولتش يصير داهرة. لأنه بنات لازم اكو رقم كبير ورقم صغير. اكو رقم كبير ورقم صغير. يا أمام البطول يا أمام بالعروب. استاذ مو انت ناسي شغلة. استاذ ما يصير يمي ال x وال y اكو ارقام؟ اعرف اكو اختصار بس انا ما هختصار. هقول لي اش طريقة تقول. اذا اكو يم ال x وال y ارقام نزليها مقام والمقام. اش قد المقام؟ هذا قولي انزل جوه ها هي. التسعة تنزل جوه من جوه من 17. اذا اكو يم ال x او ال y ارقام تنزل مقام والمقام. يعني ش رح يصير. هيصير بنات هنا. x تربيع على 117 على شنو على تسعة. زائد y تربيع على 117 على 13. قد يساوي هاي الطريقة تخليش بعد اكو اختصار اختصري. يعني تقبل قسمة قسمة ما تقبل بقيه هاي ش بنات. ايه يدللي. اول شي بعد ليساوي جوه دا اكو به. يصير. شا سوي. اقسم الطرفين على الرقم البعد ليساوي مهما يكون. يعني همني جوه دا يكون. اكو k اقسم على k. اكو رقم اقسم على رقم. قسمت الطرفة على 117 اوكي. المشكلة الثانية ما يصير يم ال x وال y ارقام. الارقام كنا لازم بالمقام. اذا اكو ارقام هبة قلبي مقام المقام. هذا التسعة وين ينزل جوه منه. ها نفس الشينا راح نختصر هاي. هاي 13 نزل جوه منه جوه ال 117. اذا يقبل القسمة قسمي. يا اشارات لا 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 بنتي قلبت لي جوه هذا كل اش. ذاك واحد ذاك من انزل وصعد ال x اغير اشارة ال s. ذاك واحد. هاي طريقة بس هذا الرقم انزم المقام. هذا مقام المقام يسعد بسط هذا يتي. تمام. 117 على 9 شقد 13. و 117 على 13 شقد 9. يعني اذا قسموها بنات راح يطلع لشهنانة x تربيع على 13. 15 زائد y تربيع على 9 كلش يساوي. نساوي 1. هس المعادلة مرتبة اي لا لا. مرتبة. لانه ما بعض اليساوي. ويم ال x وال y ماكوا. زي. هاي المطاليب كلها تعتمد على كم شغلة. اي و بي. سي. اجعل معادلة بنات. المعادلة اش تبطي. اي و بي. وشنطلع. سي بيش. بالذهبية. هذا اي. هذا بي. صير. ها تبارك. يا يهو بلاد. هذا اي. هذا بي. ال اي تربيع يساوي 13. اجذر. اذا ال اي يساوي جذر 13. رقم مين جذر. خلي. بقيش. ال بي تربيع شغل بنات. ال بي تربيع يساوي 9. يعني ال بي يساوي. بطلب العرض. بالاعرض لانه هماينا بنات الرقم التحاب على اي محور. الرقم التحاب على محور اكس. اذا الرقم التحاب على اي هي حيصير. هاذة ال ا عليك. ال ا بي. ابا هلا بي بحدة اي و ال راس على اكس. واها بين بنات الرقم التحاب على الاكس. هذا تحاب سoutine. اذا رقم التحاب والريج الو سيحcornية بالطول. عندي A عندي B نطلع C بالذهبية نتبع على يدي الذهبية شو تقول الذهبية تقول C تربيع يساوي A تربيع ناقص B تربيع إذن C تربيع يساوي 13 ناقص 9 يعني C تربيع يساوي 4 يعني C يساوي 4 يعني C يساوي ثم يعني صار كم شغلة عندي بنات ثلاثة هذا منه حتى لو ما يطلع من تحت الجدر وهذا منه عندي A وعندي B وعندي C أقدر أطلع كل شي شو تريدي من عندي أنت بورتين عادي أرسمني شو طلع لش بورتين رأسيا طول كل من المحورين كل عادي لأن إذن يجي بنات هذا أحتاج C هذا يحتاج A هذا يحتاج A و B هذا يحتاج A و B لاختلاف المركز يحتاج A و C ما قلت غير رموزة لاثة A و B و C نرسم بطول بالعرض بالعرض لأن الرقم الشبير وصعير على X هذا بنات قطع ناقص ألبس بورتاة على محور السينات و رأساة على محور السينات و القطوين بورتين سينات رأسين سينات قطوين صادات نجي مباو إذا أحتاج بورتين إذا أحتاج بورتين بنات يعني أنا شا أحتاج C C is good دائما الرقم شنو موجب دائما عندها بنينا بني تليفون أهنانة هيكون مين شه وين العودة يلا بعو البورتين واحدة يمنوا واحدة يسرى الثنين بصفر والبورة الثانية السالب الثنين بصفر البورة عادي يكون بها سالب بس السي ما يكون بها سالب الرأسين يريد همي أنا واحد يمنى واحد يسرى واحد هنا هو إش قطل على الرقم عادي بنات بقي جذرة 13 بصفر والثاني سالب جذرة 13 بصفر هذا سالب جذرة 13 بصفر راد قطبين لا راد بورتين رأسين أقري طول كل من المحورين بنات يعني شنو طول كل محورين اثنين اي والثنين بي عندي اي عندي بي أقدر ضل لهم ما تفقين باعلي بهنانا طول كل من المحورين يعني هو المحور الكبير بياه عبد الرحمن والمحور الصغير المحور الكبير هو من هو بنات اثنين اي يعني اثنين الاي يسقد يبقى بنات اثنين جذرة 13 هذا طول المحور كبير المحور الثاني المحور صغير اللي هو اثنين شنو اثنين بي يعني اثنين فيه شنو البي يسقد ثلاثة اثنين فيه ثلاثة ستة هذا طول المحور صغير راد بعد مساحة أري عادل اي يساوي اي بي باي عندي اي عندي بي اضربة في باي شيطلع هيصير الاي شقد الجذرة 13 فيه ثلاثة في شنو في باي ارتب هيصير ثلاثة جذرة 13 باي هذا المساحة بنات ثلاثة جذرة 13 باي بعد شراد الاختلاف المركزي الايسنترسيتي الايش يساوي سي على اي اذا الاي يساوي وين السي والاي هيصير اثنين على جذرة 13 ودائما اصغر من واحد بنات اه اسمعوني السؤال يلا يلا سؤال الثالث على نفس السؤال اسمعيني بنات لطلعين شي هو مرائده يعني ما رايد عندش مساحة لطلعين مساحة ما رايد محيط لطلعين محيط ما رايد قطبين لطلعين قطبين لان هي بنات مو سالفت انه طلعين دني المعطيات سالفت انه طلعين ايو بيو سي صح؟ رايد جد كل من البورتين فوساي الرأسين الطول كل من المحورين length of major و minor axis رايد مساحة الارية رايد لاختلاف المركز الاسنتريسيتي رايد دنيا التزم دنيا حسب السؤال مكتوب على الصبورة بالسؤال يتبقينيها باليوميات رايد عشر شغلات طلع عشر شغلات رايد شغلة طلع شغلة بنات تمام انت بكل الاحوال لازم ارتب المعادلة وطلع ال a وال b وال c طع علي هاي المعادلة مخربطة كلش ما بعد ليساو وش قد ما بعد ليساو واحد وانا شاريدة عندي اربعة على ثلاثة لتقسمين على اربعة على ثلاثة صار صعب عليك ضربي بالمقلوب من اقسم على اربعة على ثلاثة استاذ والله تخربط اوكي بنات اكو ثلاثة بالمقام يعني اضروف في ثلاثة اكو اربعة بالبص يعني اقسم على اربعة ممكن تسويه بخطوطين ممكن اضرب في ثلاثة بعدين اقسم على اربعة او رأسا في ثلاثة على اربعة انا يهمني ما بعد ليساوي الشي يصير زياد راح اجي في ثلاثة صارت مو قلت نقسم اوكي بنتي اتفقنا احنا نقسم بس لنا هذا كسر فاضرب بالمقلوب حتى تروح ثلاثة وثلاثة واربعة وياربعة ويبقى لشنو زياد وهاي الهوسة على كيف نتعلم بسط ضاع بناقص هذا كله راح ينظر في ثلاثة على شنو يا اما انت تلك فيها رأسا اربعة وياربعة شنو يبقى ثلاثة اكستربية او بقى على يدي اربعة اكستربية في ثلاثة على شنو ممكن اختصر اربعة وياربعة شيبقى يبقى ثلاثة اكستربية صح واحدة قالت سادري ما انتبهت يعني اربعة اكستربية من جي ضربتها في ثلاثة على اربعة اربعة في ثلاثة 12 على اربعة ترجع ثلاثة اضرب هذا في هذا اربعة في ثلاثة على اربعة ترجع بنات ثلاثة اذا انت براه تج حسب اللي تلك فيه انت أعينتي البي عادي معي البي و سي أربعة في ثلاثة على أربعة حيبقى لهنا بنات شنو ثلاثة أكس تربيع زيان حس دور هذا ثلاثة واي تربيع في ثلاثة على أربعة ماكو اختصار ثلاثة في ثلاثة يصير زائد تسعة واي تربيع على أربعة شو ساوي لأنه هذا بنات الأربعة ويه الأربعة وثلاثة في ثلاثة وصارت واحد أكو شكال بعد سالم خربط سماح هاش قد مقامه واحد إذا ماكو مقامه خليني له شنو هاي ثلاثة أكس تربيع المقامش هيصير واحد أكو مشكلة أو ماكو مشكلة أنه أكو يمي الأكس والواي شنو يلا يختصر ثلاثة في الواحد أقدر اختصر تسعة ويه أربعة لهذا أنا شعلمتكم أقلب مقام المقام أكو اختصار اختصري ماكو اختصار بقي ما جيت قلت لكم لبناء رأسا أنا أكو اختصارات ما حلشيت هاي الحكاية يعني قلت لكم بنات إذا أكو يمي الأكس والواي أرقامه نزلة مقام المقام تسعة وين تنزل سموها طريقة أقلب هذا الثلاثة تنقلبه هنا التسعة تنقلبه هنا بقى عش حيصير العرقام وين صاره والمقام تقيнуть قسمة يقي accompanying القسمى وكي اختصص إذا نسأل ابني صغيرونة تقول هذا أكبر هذا أكبر هذا أكبر هذا أكبر هل سأوه كزيم منعت يعني هذا أنت قلت هذا أكبر من هذا أكيد الأكبر هو أي مش المعلومة الجديدة ضبطية هذا ليس معلومة حتى الغيبة تعرفها عادي باع بنات واحدة تقول أستاذ الأرقام متقاربة 1 على 3 أكبر لو 4 على 9 أكبر باع خلنحكي بمنطقة كبار وبعدين علمش طريقة حشاش حشاش ما تجهال بنات أريد المقامات تتساوي هذا الرقم أقدر أسويه 9 إيه أضربه فيش قد بس بسط ومقام يعني هضرب البسط والمقام فيه 3 ضربه فيه 3 صير 3 على شنو على 9 وهذاك يبقى 4 على 9 إذا ما دام المقامات تتساوي من الشبير هذا لأنه هذا البصمات أكبر إذا 4 على 9 هو أكبر من 3 على 9 إذا هذا هذا A هذا B زيان وحدة خلنقول أنه رائع ظروف وحدة غايبة ما تعرف جدت إش قالت قالت هذا الأي تربيع أعيني بنات شقيت 1 على 3 وهذا شنو بي تربيع ساوي 4 على 9 هاي تفيدش يسراج انتبئي هي غلط لا مو غلط غلط لأنه نحن عرفنا هذا كبر أنا مادري لا تخافين يبين عندك يعني لا تخافين هي بنات رقمين لو هذا أي لو هذا بي أنت إذا اختارت غلط طبعا بنات هندنحكي غلط يعني مو يجيش 25 و 16 تقعدين جربين 25 أكبر من 16 بس إذا كسور إذا جذر إذا جاء رقم ما قادت عرفين تعايد بي عندك بالC C تربيع لازم نطلع C ذهبية أي تربيع ناقص B تربيع C تربيع يساوي هذا شقيت 1 على 3 ناقص 4 على 9 المقام شقيت أو واحد مقامات المقام 9 على 3 3 فيه 1 9 على 9 فيه 4 C تربيع يساوي 3 ناقص 4 سالب 1 على السر يطلع C تربيع سالب إذا بنات بس وخر السالب وقلوا بي لبنات يطلع 1 على 9 100% بس هذني لا 1 على 9 هذني قلوا بيها بنات معناه أنتي مختارة الزغير هو الشبير والشبير وسيته الزغير أي يسعج بس هذنجرب بس هذنجرب بنات رأسي بيّن عندي طلع لي C تربيع شنو شارته أستاذ شون ليش طلع سالب بنتي قاعد طرحي معناه صغير من شبير فطلع لي سالب لعد أستاذ أنا آسفة ما كدعي أقعد أسوي طريقة حل لعد هذا الهو اللي طلعت شبير فهذا شو يعتبر الأي تربيع يساوي 4 على شنو على 9 وهذا بنات شو يعتبر هذا يعتبر هو البي تربيع يساوي 1 على تفقين أجذر إما لا أنا دا أقول إذا وحده غايب وما فهم المحاضرة أعرف هاي مغلط هاي مغلط طلع علي سالب فدا نقول هاي غلط إنه هاي بالعكس يلا باي أجذر بنات حيصير هنا الأي يسقد جذري الأربعة جذري هذا طلع لي الأي يساوي 200 على 3 تعالي هنا جذري الواحد واحد جذري ثلاثة جذر ثلاثة حيصير البي يساوي واحد على جذر ثلاثة طلعت أي وطلعت شنو بي هسا أجا طلع السيسية هيبقى واحد على تسعة بس موجب بنات اي مية بالمية هسا من طرحي خمسة ناقص ثلاثة ثلاثة ناقص خمسة فنفس النازل بس عكس الإشارات يلا نجي الأي تربيع جذري ناقص أربعة على تسعة ثم على ثلاثة الأي ناقص البي تربيع واحد على تلاثة إذن سي تربيع يساوي المقام جذري تسعة على تسعة تسعة في أربعة تسعة على تلاثة في واحد ناقص تلاثة إذاً سي تربيع يساوي واحد على التسعة إذاً سي يساوي واحد على ثلاث مين جذر هنا؟ أقدر أجذر الفوق والجو بنات طلع أي وطلع بي وطلع منه؟ تهي السؤال تعالوا يا هو أي؟ هذا بي تربيع تبجيتها غايبة؟ زيان بنات تعالوا خذنا نتفهم على شغله الرقم التشبير جوا منه الرقم التشبير صاير علواء يعني الرسم شون هيصير بالطول يعني قطع ناقص بورتاه على محور الصادات علواء إذن البورتين علواء الرأسين علواء القطب وبعده شوفون البي جوا منه؟ بنات هذا البي الرقم الأصغر جوا من القطب اللي هو الصغير على إكس إذن الأرقام التشبيرة علواء إذن هذا قطع ناقص بورتاه على محور الصادات إلبس الفوسائي مالته على محور Y أرسم رسم بسيط بطوله بالعرض علواء بطول على إكس بالعرض قطع ناقص بورتاه على محور الصادات أقول لكم إذا أريد بؤرة علم أنا باوع علسي وإذا أريد رأس A وإذا أريد قطب B شقد السيطلعت عدتكم؟ بس دير بالكم بنات هنا البورتين علصادات يعني لازم نكتب صفر بواحد على ثلاثة وجوه صفر بسالب واحد على ثلاثة بعد شراد رأسين همينا على محور Y شقد الأي بنات رو يعني إذا صفر بثمين على ثلاثة وجوه صفر بسالب بثمين على ثلاثة هنا صفر بسالب بثمين على ثلاثة مزيد وطول كل من المحور لنكتب في بوث أكسز ياهو طول المحور الكبير والمحور الصغير الميجر الماينر بنات الكبير اثنين A الصغير إذن هنا اثنين A اثنين A الاثنين مع القانون A is good اثنين على ثلاثة اثنين فيه اثنين اربع على ثلاثة طول المحور الكبير length of major axis طول المحور الصغير شمثل اثنين B إذن اثنين ما القانون البي واحد على جذر ثلاثة إذن الاثنين بي يساوي اثنين على جذر ثلاثة طول المحور الصغير length of minor axis لا هذا البي بنتي البي انا هاي بورتيان بقرة C لا 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 البقرة C بسملة قطب B اما رأيت قطب لا بالعكس شوفوا شو ميزة بين هذا وهذا شوفين منتبهر كلش معناها يلا الـ A بنات المساحة الـ A B باي ردولي شقد الـ A اثنين على ثلاثة البي شقد البي واحد على جذر ثلاثة وشنو بصفة باي هيصير اثنين على ثلاثة جذر ثلاثة باي هيصير ويساوي بنات اثنين على ثلاثة جذر ثلاثة بصفة شنو أكو باي عادي يبقى هاي شنو شرايب بالأخير اختلاف مركزي eccentricity central differences اي شيء C على A عندك C عندك C شقد واحد على ثلاثة عندك A مين على شنو هذا شبيه راح ينظل باي هيصير ويساوي واحد على ثلاثة في ثلاثة على مين اختصر ثلاثة ويه ثلاثة هيبقى واحد على شنو باعوهم طلع اصغر من شنو طلع اصغر من واحد شفتوا بنات واحد على ثلاثة هذا شبيه انقلب صار ثلاثة على ثلاثة اختصر ثلاثة هي ثلاثة وقالي واحد على ثلاثة دير بالكم من سالفة بنات من ردة بقرة لازم انا احتي بي من بالسي والسي واحد على ثلاثة دير بالكم البي واحد على جدر ثلاثة شو كنت استخدم البي اذا رات قطب اذا ما رايت قطب بس يلا اذا رات قطب بنات حيصير هنانا واحد على جدر ثلاثة بصفر وهنانا سالب واحد على جدر ثلاثة بصفر هاي بنات منه الأقطاب هذا البي البرتقالي هي البورتين هذا الرأسيا هاي الأقطاب اذا ما تردون ترسمون فتكتبون يمها البورتين هلقد رأسيا هلقد قطبين هلقد واي شي يريد بنات نقدر نحسل بسهولة السؤال الرابع على النوع الاول بس اريد بنات دائما تقسمون المواضيع صار سهلة يصار تافح الموضوع القطع المكافع همي انه كان النوع الاول المالت ينطي معادلة ويطلب بس القطع المكافع كان علاقة حاله دليل ومحور وبورة واصلا هو كامرة بس بس واحد البي البي طلع بورة طلع دلي طلع محور نال شوية الرموس كثرت المتطلبات كثرت بس كلها تافح مرتب لا ما بادر يساوي جد بس هذا دقيقة بشكال اول شي اكو اثنين يم الواي قبل هذا بنات المقامات اش قد اذا ما اكو مقام معنا المقام واحد اذا هيصير اكس تربيع على واحد زائد اثنين واي تربيع على شنو على واحد يساوي واحد خلي ببالش نور عمار ما يصن المقامات كون مساوية لازم اختصره زين استاذ اذا ما اقدر اختصر وقف السؤال لا بنت انا ما قلت اختصري قلت نزلي مقام المقام واذا قدرت اختصري اختصري ما قدرت اعو في خلي ولي هذن المقامات ما يصير تكون مساوية الخلل بالاثنين لازم هاي الاثنين تنزل هاي الاثنين اجا نزل اجا الواحد بايش رح يصير هيصير هنان اكس تربيع على واحد زائد واي تربيع على واحد على يساوي شنو ساوي واحد انا باي من اتشبير من اتشبير واحد وصغير اذا بنات هذا قطع ناقص بورتا همين على محور اكس اذا الاثنين تربيع يساوي واحد الاثنين يساوي واحد هذا الرقم الاصغر من هو بي بي تربيع يساوي واحد على اثنين اذا البي يساوي واحد على جذر عندش اي عندش بيش اطلع نفس الحشبانات هاي تكمل عليكم بس همين الرقم تشبير علي محور الكس اذا شن هيصير بالعرض قطع ناقص بورتاه على محور السينات ورأساه على محور مع و القطب وين قطب واي بنات ونفس التكملة لان انتي هسا عندك اي وعندي بي شن طلع سي بالذهبية عندي اي عندي بي عندي سي اقدر اطلع اي شي تريد استاذ هذا بنات هو النوع الاول من الاسئلة خلاص المحاضرة جاء امتحان اكيد يوم بسيط ترجمة نانسي قنقر